وفيما تمتعت مناطق قضاء الطوز فرقي صلاح الدين بعطلة طويلة تحضيراً لاحتفالات نوروز انطلقت مراسيم المناسبة بشكل أوسع في كردستان بإيقاد الشعلة والاحتفال في مدن العراق والعالم بالعيد القومي للشعب الكردية وهو أيضاً يوم الاعتدال الربيعي وعيد رأس السنة الفارسية وتشهد مدن كردستان العراق بهذه المناسبة احتفالات واسعة حيث يحتشد المئات في مناطق متعددة على أنغام أغاني الفلكلور الكردية والدبكات الشعبية مرتدين الأزياء التقليدية التي عادة ما تشترى أو تفصل لدى خياطين متخصصين بها ونغصت السيول الجارفة جراء الأمطار ورواتب موظفي الإقليم بهجة الناس مع دعوات في المحافظة للوئام المجتمعي وإبعاد لقمة عيش الناس عن المناكفات السياسية بمختلف مستوياتها اشتركوا في القناة